اخبار اليوم اخبار اليوم قبل ما روح سألته مين المخرج فعرفت انه هو شوئي المجري وانا عارفة تاريخ شوئي المجري كويس قوي وبتابع له يعني دوق نزبي تابعت له اسمهان نابلون المحروسة شغله حلو جدا مميز يعني فعشان كده ما كانش عندي مشكلة انا اخد تجربة زي دي لاني عارفة انها اخدها مع مين انا حصلي ايه بعد ما حلقت في الشارع حقيقي 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 اصعب مرحلة في حياتي بجد يعني مش عارف اقولك ايه بسا انا هما في الشركة لما حلقولي قبل التصوير بخمس عشر يوم كلهم كانوا عايزيني يلبس اي حاجة على دماغي وانا نزل كن شكله صعب حي فكانوا الستايلست غدا وفي عمين بيدورولي على اي حاجة اعملها حطا عشان اعرف انزل الشارع فانا كان في شتا وكان معايا جاكت كده وفي كابش فلبستوا شوية وانزلت من الشركة عشان هما يهدوا يعني لكن انا كنت حابة شوف ردف على الناس اه اكنت متخيلا انو هيبقى صعبة بس مش الدرجات بصراحة نزلت ومبدقيا اول حاجة ما كانش فيه تكس راضي يقفلي بسهولة خالص عشان شاكلي غريب بعدين خد تكس نزلت زمالك فبتمشى عادي عايز اشوف راكشن ناس ايه ورد الفعل قبل ما اعمل اي حاجة عشان اعرف ناس هتقابل ده بقاني طريقة يعني ناس تفتكر ان انا اجنبية وناس تفتكر انا عندي كانسر واسئلة كتير في عيون الناس بجد بجد يعني وكررت ان انا تاني يوم انزل وركة بالمترو وياريتني معملتك يا انا مبدايا الناس اللي كانت حتى في المترو الناس اللي كانوا بيفتكروا ان انا اجنبية كانوا بيعودوا يتكلموا ويشتموا وانا سمعة وفاكريني مش فاهمة عربي وناس تانية لحد الاطفال بتيجي يعني عايز تعرف يعني في طفل صغير جيشت ديني من هدومي انتي عاملة كده ليه ففاما فما كنتش بلاقي ردود صراحة وجمعت كمبيترا اكشناية ما كنتش متخيلة انها تكون موجودة عندنا اصلا يعني بشوفها في افلام اجنبي بس بس اكتر حاجة وجعتني ان الناس شافتني مريضة كانسر واللي واجعني اكتر لو انا فعلا قريدي عندي كانسر انتو هتجرحوهم قوي كده بعيونكوا باسئلتكم فاما دي 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 اكتر حاجة بجد وجعتني ان كل الناس بتبص للشكل الخارجي لو في حد عنده عنده حاجة غريبة زي مثلا المرض المغولي مش عارفة امراض كتير قوية زي العمي زي الناس رد فعلهم بيوجع اكتر من المرض ده ده انا شفته في الشارع اني كن فعلا فعلا كل الناس كان اللي ما بتعملش معي على اني اجنبية في الزمالك انا اجنبية فاما عادي جدا ده في المناطق العادية حتى وسط البلد انت غريب يعني انت اكيد مريضة كانسر عندك مرض معدي مرض جلدي اعلك شعق فاما فده كان مهين قوي 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 فحطيت نفسي مكان المريض ده حسيت بواجعة